من باريس بلقيس النحاس بلقيس لو تعطينا تفاصيل أوفة حول ما ذكره رئيس الوزراء الفرنسي وإن كان بدأ هناك أي تجاوب مع ما صرح به نعم داليا المؤتمر للآن مستمر هناك كلمة من وزيرة العدل يمكننا داليا أن نتحدث عن كلمتين وزير الخارجية جيرال ديرمانا ووزيرة المواطنة مارين شبا حيث أنهما سبقا وزير العدل في كلمته نجد أن جانكاستاكس خلال المؤتمر تم طرح اليوم القانون الجديد قانون بعنوان احترام وتعزيز مبادئ الجمهورية كان باجتماع عدة وزراء منهم وزير العدل ووزير الخارجية الداخلية جيرال ديرمانا ووزيرة المواطنة ووزير التعليم أيضا بالنسبة لكلمة وزير الداخلية جيرال ديرمانا أكد على أن المواد الأولية لهذا القانون ستؤكد مبدأ الدفاعي للجمهورية وستظهر أن الجمهورية الفرنسية هي جمهورية قوية وأنها قادرة على السيطرة على الوضع داخل فرنسا أكد أن المؤسسات الحكومية التي تعمل ضمن جهاز الدولة يجب عليها جميعها الالتزام بقوانين بقانون 1905 وهو قانون الفصل الدين عن الدولة يجب أن نذكر أنه ذكرى اليوم 115 لقانون الفصل الدين عن الدولة قانون 1905 أكد أن اليوم يجب على جميع الجمعيات وجميع الهيئات الدولة التي تعمل ضمن جهاز الدولة يجب عليها اتباع هذا القانون وعدم اتخاذ أي سلوكيات طائفية أو تعبر عن جهات دينية أو توجه ديني يجب أن نؤكد أنه أكد كثيرا على التمويل الخارجي لهيئات ودور العبادة والجمعيات حيث ذكر أن جميع الجمعيات أو دور العبادة التي سيكون لها أي خطاب ديني سياسي أكد بما سماه الانفصالية الإسلامية السياسية كل ما يكون هناك يدور حول هذه الجمعيات سيتم حله أو حل هذه الارتباطات بالخارج بالإضافة إلى إيقافه ذكر أيضا على أنه سوف يكون هناك عقوبات عقوبات لأي من يقوم باستخدام عبارات أو سلوكيات طائفية داخل أجهزة الدولة يجب أن لا تظهر أي رموز دينية ذكر المسابح على سبيل المثال أيضا ومؤسسات الخدمات الاجتماعية ذكر أيضا أنه سيتم أيضا معاقبة أي دور عبادة يتم استلام تمويل خارجي لها من الخارج على سبيل المثال أي مبلغ مادي تجاوز العشرة آلاف يورو سوف تتم رقبته ضريبيا عبر الدولة كذلك بكلمة وزيرة المواطنة مارين شيبا قالت أنها ستعمل كذلك على عمل دورات استشارية للمؤسسات والجمعيات التي تعمل ضمن الدولة لتدريبها على ممارسة ومزاولة واحترام هذه القوانين حيث سيتم منح تعويضات مالية بالإضافة إلى قروض مالية لهذه الجمعيات من خلال لتحسين دورها خلال المجتمع خاصة بالذكر أنها سوف تقوم أيضا أن الدولة قائمة على احترام والمساواة بين المرأة والرجل ذكرت أربع ميادين يجب أن سوف يتم أيضا التركيز عليها أحدهما نعم داليا شكرا جزيلا على كل هذا الجمال لكل ما جرى من باريس بلقيس النحاس مرسلات الغد ترجمة نانسي قنقر